اشتركوا في القناة جديدة من برنامج قضايا سورية بمنظور إسلامي إن النظر في واقع الثورة السورية اليوم لا يرى القتلى والظلم والتشريد لا يرى سفك الدماء وانتهاك الأعراض مما يدفع الناس للتساؤل أين عدالة الله مما يجري اليوم هذا ما نناقشه في حلقتنا مع فضيلة الدكتور إبراهيم أديبو دكتوراه في العقيدة الإسلامية رئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم دكتور إبراهيم أهلا ومرحبا بكم أخي سؤال يشغل بالكثير من الناس اليوم وهو أين عدالة الله مما يجري اليوم في سوريا من قتل وظلم وتشريد لو ننطلق من أهمية ومكانة العدل في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة إن السؤال في غاية الأهمية وطرحه في هذا الوقت له أهمية خاصة عندما ننظر ما يقع على إخواننا من قتل من تشريد من سفك للدماء فلذلك السؤال العام الذي يسأله الناس أين عدالة الله سبحانه وتعالى قبل أن نتكلم عن عدالة الله سبحانه وتعالى ما هي أهمية العدالة في الإسلام ما هي أهمية العدالة في الحياة الدنيا ما هي أهمية العدالة بين الناس فلذلك لو نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي باثة الأنبياء وفي إنزال الكتب لوجدنا أن من القيم المهمة جدا التي دعا إليها الإسلام هي العدالة والعدالة بمعناها إذا أردنا أن نعرف العدالة إعطاء كل شيء حقه من المكانة أو المنزلة أو العطاء فإذا كان هناك كل إنسان يأخذ حقه من العطاء ومن المكانة فقد تمت العدالة إذا تمت العدالة إذن هناك استقرار في الحياة إذا تمت العدالة هناك استقرار في الملك إذا تمت العدالة إذن هناك حياة طيبة إذن العدالة تحقق الحياة الطيبة إذن العدالة مرتبطة باستقرار الحياة في كل مناحية نعم ليست خاصة في جانب دون جانب لذلك الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم مهمة الأنبياء ومن أعظم الرسالة التي جاء بها الأنبياء جميعا هي إقامة العدل فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لو ننطلق الآن إلى التأصيل الشرعي والعقلي لقضية العدل في الإسلام قضية العدل في الإسلام هذه قضية تدرس من عدل الله سبحانه وتعالى الله عدل والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء بالعدل وأقام هذه الحياة فيما بين الناس بالعدل فلذلك عندما نتكلم من أهم سائل العقيدة التي نتكلم فيها عدالة الله سبحانه وتعالى وهي ثابتة في عقيدة كل إنسان مسلم لكن هذا السؤال يطرأ في لحظات تاريخية معينة وخصوصا في حالة الأزمات والشدائد فتجد الناس يتساءلون عن عدالة الله لذلك إذا أردنا أن نتكلم عن عدالة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلة كلمة الله تكليف الله للناس إقامة الحياة محاسبة الناس كل ذلك يكون بعدل بما يتناسب مع حياتهم استقرار حياتهم بما يتناسب مع استقرار من حيث إعطاء كل إنسان حقه أي أن الله لا يظلم لذلك القرآن عندما كلمنا عن عدالة الله تكلم أن الله لا يظلم فإذن الله عدل وهذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الله لا يجور الله لا يظلم أحدا من عباده وهذا أساس راسخ في عقيدة الإنسان المسلم فلذلك إذا وقع ظلم لا نبحث عنه من حيث صفات الله لأنه هذا ثابت في عقيدة المسلم ولكن هناك تقصير في الجانب البشري هناك مظالم تقع بين الناس الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك مثقال ذرة فحبر عن أقل شيء ذرة لا يظلم الله سبحانه وتعالى للتأكيد إذن هو يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى عدل وأن الله يأمر بالعدل لذلك أمر عباده أن يقوم بالعدل أن يتصف بصفات العدل لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو الذي يأمر عباده بالعدل ويأمر ألا يتظالم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فإذا لا يظلم ويأمر عباده ألا يظلموا هذا من حيث الدليل الشرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى أما عقلا تسأل بعض الناس عن دليل العقل عن هذه الصفة إذا تكلمنا عن صفات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيّن صفاته وهذه الصفات ثابتة بالشرع وثابتة بالعقل يعني قضية العدل هذه قضية فطرية مغروزة في نفس البشر فدوما البشر يبحثون عن العدالة لأنه يعلم أنه في هذه الحياة قد لا تتم العدالة بمعناها المطلق الكامل قد يظلم الإنسان فلا يجد من يعينه من يفرج عنه فتجد نفسه تتطلع إلى العدالة هذا أمر مغروز في نفس البشر لذلك القرآن من خلال الأدلة التي تأتي دوما تحمل معها تنبيهات عقلية إشارات عقلية عندما يقول سبحانه وتعالى وهذا دليل عقلي وشرعي بالوقت نفسه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون خطاب للعقل يعني هل يمكن أن يخلق الإنسان بدون حكمة وبدون غاية وبدون أن يقام العدل وهو ما يخطب به المسلمون وغيره هذا خطاب للعقل فإذن الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ويخاطب غيرهم من خلال خطاب عقلي لا يمكن أن تكون هذه الحياة وجدت عبثة الله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا في مكان آخر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا العدل فيه مساوى هل يمكن أن يساوى بين إنسان ظالم وبين إنسان مظلوم هل يمكن أن يساوى بين مؤمن وبين كافر هنا تأتينا إشكالية نعيشها اليوم وتخطر على بال الكثير من الناس وهي طالما أن الله عادل فأين عدالة الله في ترك الظالمين يسحقون المظلومين كما نرى اليوم في سوريا يعني نرى النظام يقتل الناس ويقتل الأطفال ويقتل النساء فأين تتجلى عدالة الله في أيامنا هذه طبعا هذا السؤال يطرح من زاويتين يعني هناك طبعا بعض المشككين وهذا يطرح في حالات الشدائد كما تكلمنا التي تقع على المسلمين لأن المسلم عقيدته أن الله عدل عقيدة المسلم أن الله لا يظلم لذلك يأتي من يقول أين عدالة الله لماذا لم ينتصر للمسلمين المسلمون انظر إليهم في أسقاع الأرض يتعرضون للقتل للتشريد تنتهك حرماتهم فأين عدالة الله سبحانه وتعالى إذن إلقاء شبهات للمسلمين هذه فيها تشكيك فما هو الرد على هذه الشبهات قبل أن نرد عليها هناك جانب آخر المسلمون من حقهم أيضا وهم ينظرون إلى هذه المآسي التي تقع حال إخوانا حاليا في سوريا ظلم وقتل وسفك للدماء وطراء وقصف وبراميل تقع فوق رؤوسهم فيأتي السؤال من المؤمن متى نصر الله متى ينصرنا الله سبحانه وتعالى لماذا تأخر نصر الله ألسنا مؤمنين لماذا لا ينصرنا الله سبحانه وتعالى والناس كلهم يعني ينادون ما لنغيرك يا الله وهذا هو النداء الأول الذي ندى أهلنا في سوريا ما لنغيرك يا الله فإذن هم موقنون كما قلنا في الأصل الأول أن الله عدل لكن يسألون لماذا تأخر النص علينا الله سبحانه وتعالى نحن مؤمنون به ونحبه ونعمل ونطيع الله سبحانه وتعالى لماذا تأخر النصر علينا الله سبحانه وتعالى له سنن وهذه السنن أنه ينصر المؤمنين لكن لها شروط الله سبحانه وتعالى يخزل الكافرين الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين لكن هناك سنة الابتلاء الاختبار هذه السنة إلهية ثابتة لا تتغير أي أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمنين وهذا الابتلاء معنى فيه ظلم قد يصل إلى القتل إلى سفك الدماء وهذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يحاب به أحدا وقع على الأنبياء بعض الأنبياء قتلوا وقع على أتباع الأنبياء المؤمنين بالأنبياء وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله فإذا هذه السنة ثابتة ووقعت الله سبحانه وتعالى عندما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إذن سألوا هذا السؤال متى نصر الله هل تقصر أن ما نعيشه اليوم إنما هو ابتلاء واختباره من الله نحن لا نشك أن هناك ظلم يقع على إخواننا ولا نشك أن الله سبحانه وتعالى سينتصر من الظالمين وسينتصر للمؤمنين ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم في ذلك عندما يؤخر النصر هذه حكمة سنة الابتلاء من أجل أن يبتلي المؤمنين من أجل أن يميز الخبيث من الطيب لذلك الله سبحانه وتعالى حتى لا يترك مجال للأهواء بعض الناس يتكلم عنده أن الله لم ينصر أن الله أخرى ذلك ما هو السبب؟ جاء ذلك في القرآن فعندما نقرأ هذه الآيات ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم أقف فقط عند معاني هذه الآية لأنه فيها إجابة عن السؤال الآن إذا نظرت إلى هذا الجانب من حيث الإيمان بالله وصفات الله سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم مشيئة الله أقوى من كل شيء الله سبحانه وتعالى قادر أن ينتصر لعباده بدون أسباب ولكن اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض عدنا إلى فكرة الابتلاء عدت الابتلاء فالله سبحانه وتعالى يقول حتى لا تشك لا تنسب عجز لله سبحانه وتعالى حتى لا نقول الله سبحانه لا يأتي إنسان يدخل إلى عقيدة المسلمين الله تخلى عن المؤمن لا هذه سنة ماضية لله سبحانه وتعالى لو شاء الله قادر أن ينتقم لعباده مباشرة وأن يلقي بأسه على الظالمين لكن الله سبحانه وتعالى يعيد هناك سنة أخرى أن يبتلي المؤمنين أن يمحس قلوبهم يريد الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حال المؤمن هل سيصبر كيف سيستقبل هذه المصائب هل ستجمع هذه المصائب يعيد أن يختبر ما في داخله من إيمان دعوة الإيمان ودعوة التوحيد ودعوة أنه مع المؤمنين ومع الصادقين ودعوة أنه سينصر الضعفة كل ذلك يتجلى في هذه المواقف فلذلك نهاية هذه الآية ماذا قال سبحانه وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم إذن إذا كان هناك الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن ينصرهم من أجل الابتلاء ممكن يقتل الإنسان فلن يضل أعمالهم إذا نشوف على نهاية هذه الآية الله سبحانه وتعالى لا يضل عمل المؤمن حتى لو قتل ممكن يقتل إنما سيثب عليه في الآخرة لابد هناك ثواب في الدنيا وهناك ثواب في الآخرة إذا لم يكن هناك نصر فالله سبحانه وتعالى لن يضل أعمالهم الذين عاشوا بعد ذلك سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وهذا يبين عقيدة المسلم في قضية عدل الله سبحانه وتعالى لا يمكن تفهم قضية العدل إلا إذا كان هناك إيمام بحياة هذه الحياة لا تنتهي بالحياة الدنيا لا يمكن يذكر المفكر علي عزة بيجوفيتش أن الناس طالما تركوا أحرارا فإن بعضهم سيسلك طريقة الشر والجريمة ومن يفرض على الله عدم وجود الظالمين فإنه يطلب أن يكون الناس مشبورين على فعل الخير كالملائكة نسمع منكم جواب بعد الفاصل فاصلا قصير ونعود أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين نعود لنسمع رأيكم في مقولة المفكر علي عزة بيجوفيتش طبعا علي عزة بيجوفيتش هو مفكر إسلامي كبير له مكانه وله كتاب من أهم الكتب التي تكلم فيها عن الإسلام بين الشرق وبين الغرب هو يتكلم في ذلك ينافح عن قضية الألوهية وعن قضية حرية الإنسان فكلامه لا يفهم خطأا فعندما يتكلم عن وجود إرادة حرة عند الإنسان فيقتضي ذلك أن بعض الناس قد يكون شريرا وبعض الناس قد يظهر منه الإجرام فإذن هذه ليست دعوة من أجل أن يفعل الإنسان الشار كما يفهم بعض الناس وإنما هو يقدم فلسفة الإسلام فلسفة الإسلام وفهم معنى حرية الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا وهديناه النجدين الله سبحانه وتعالى هو الذي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل الناس مؤمنين لجعلهم ولكن قانون التكليف الإلهي لا يتلم إلا بوجود الحرية الإنسانية حرية الإنسان أي حرية في الاختيار الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ومن عدله سبحانه وتعالى أنه يحاسب الإنسان على ما يختار لذلك هو يبين لنا بمعنى واضح أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان اختيارا وهذا الاختيار يقتضي أن يكلف وإذا كلف الإنسان هناك نفوس مؤمنة وهناك من يفسق وهناك من يفجع وهناك يكون التمايز بين المؤمنين وبين غيرهم وبين الصادقين وبين الفاسدين فإذا هو يبين فلسفة الإسلام ويبين مسألة مهمة ناقشها العلماء وتكلموا عنها وهي حرية الإنسان أي أن الإنسان حر وليس مجبرا ليس كالمخلوقات الأخرى التي تعمل اضطرارا فعدالة الله تفترض أن يكون الناس أحرار إذن هذا من أهم الأدلة التي نتكلم فيها عن عدالة الله عدل الله سبحانه وتعالى أنه أعطى الإنسان الحرية عدالة الله تقتضي أن الله يكلف الناس وأن الناس يتميزون بالأفعال ليس اضطرارا ليس إجبارا ليس إلزاما لو كان هناك إلزام كان الطرار ما كان هناك تكليف فالمخلوق المكلف والمكرم هو الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها حملها الإنسان وحملها الإنسان فحمل الإنسان لهذه الأمانة فيه تكريم وهذا التكريم أنه يخدار وأن له الحرية لذلك يحاسب على ما يعمله لا يحاسب على فعل غيره لو أن الله أجبره على فعل على أي شيء يحاسبه فإذن هذا من أبعز الأدلة على عدالة الله سبحانه وتعالى وعلى حرية الإنسان في أفعاله من الإشكاليات والأسئلة التي تطرح كثيرا اليوم طالما أننا مسلمون وطالما أننا أخذنا بالعدة والعداد والاستعداد وقومنا هذا العدو المجرم النظام المجرم القاتل لماذا لم ينصرنا الله تعالى إلى الآن كما تكلمنا في البداية هو السؤال لماذا تأخر نصر الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إلى قضية نصر الله سبحانه وتعالى هناك سنة إلهية كما قلنا ثابتة لا تتغير أن الله ينصر عباده المؤمنين هذه سنة هناك سنة في الكون وهناك سنة في علم الاجتماع يعني القضية السنن الثابتة التي كلمنا عنها القرآن في الخلق وفي علم الاجتماع أيضا في اجتماع الناس في أخلاقهم في هلاك الظالمين في تمحيص المؤمنين في ابتلاء الناس فهذه السنن هي سنن ثابتة لله سبحانه وتعالى لا تتغير هذه السنن عندما ننظر الله سبحانه وتعالى لماذا لم ينصرنا إلى الآن نوقن قطعا أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين نوقن قطعا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة ونحن في ذلك قد لا نحيط بكل الحكم يعني قانون النصر ليس مثل القوانين المادية قانون المادي منضبط واضح بالنسبة لنا ممكن أن نصل إليه مباشرة قانون النصر يرتبط بأشياء كثيرة بأسباب النصر يرتبط بقضية التمحيص أن الله سبحانه وتعالى يمحص الناس ويختبعهم يرتبط بقضية أخرى وهي إمهال الظالم إن الله سبحانه وتعالى لا يمهل الظالم لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هناك أيضا إشكالية في هذه القضية وهي هل عقاب المجدمين هو فقط في الآخرة أي أن يملاء الله تعالى لهم أنهم يعيشون في الدنيا كرة ماء ويعاقبون في الآخرة كما نرى الحال محافظ الأسد يقول كثير من الناس أنه عاش كريما ومات كريما لماذا لم يعاقب الله سبحانه وتعالى مثلا؟ أولا سنة الله سبحانه وتعالى أن العقوبة للظالم تكون في الدنيا وهذا في غالب السنة لو نظرنا إلى تاريخ الظلم من بداية البشرية نحن الآن ننظر فقط إلى فترة زمنية قصيرة فنسأل لماذا فلان لم يقع عليه مع أنه يظلم مع أنه يقتل مع أنه يعتدي هذا الأمر مشاهد وواضح أمام أعيننا من خلال ما يقع على إخواننا الآن في كل يوم مظالم فإذا إذا نظرنا إلى هذه الفترة الزمنية لا يقاس النصر وإحلاك الظالم بهذه الفترة قانون الله سبحانه وتعالى أن النصر سيقع لكن قد يتأخر قليلا قانون النصر أن الله سبحانه وتعالى يخلك الظالمين في الدنيا وأن الله يحاسبهم في الدنيا هناك عقوبة للظالم لا يشتغط أن تكون القتل قد لا تطلع عليها هناك ألم موجود عند الظالم قد نحن لا نطلع عليه تعطيني مثال مثلا من حياة حافظ الأسد مثال لو أخذنا مثال الظالم حافظ أسد لو أخذنا مثال الظالم اللي موجود الآن في دمشق لو أخذنا أي واحد هناك آلام موجودة لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه هناك ألم نفسي هناك عقوبة يومية الله سبحانه وتعالى يدخلها في نفسي أنت قد لا تطلع عليها فإذن الحكمة ثابتة أن الله سبحانه وتعالى وهناك أيضا أمر آخر أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الظلم ليمحق هذا الظلم محقا إذا كثر الظلم فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما يمهل في إهلاك الظالمين من أجل أن يمحق هذا الظلم من أجل أن ينهيه من أجل أن يتم النصر بأعلى صوره كي لا يعود الظلم مرة ثانية فالله سبحانه وتعالى من سنته أنه قد يؤخر إهلاك الظالمين تطول هذه المدة يمحص الناس تكتشف النواية يظهر التمحيص على حقيقته ثم بعد ذلك يكون النصر أكبر وأعظم كلما طالت مدة الإبتلاء والاختبار تكون النتائج أعظم لو نظرنا يعني الآن تتكلم عن واقعنا في سوريا لو من البداية هلك الظلم لا عاد إلينا ظالم آخر وهذا واقع انتهى الظالم يعود إلينا ظالم آخر اليوم الشعب السوري لا يقبل بعد هذه المظالم بعد طول هذه المدة بعد أن تم التمحيص لا يقبل أي ظالم مهما كان الظالم سواء كان يحمل راية إسلامية أو يحمل راية أخرى أو تحت شعار حزب أو تحت شعار حقوق إنسان أو أي راية لا يمكن أن يقبلها فإذاً طول هذه المدة إذن من أجل تمحيص ومن أجل أن يمهل الله سبحانه وتعالى الظالمين فيكون هناك نصر أتم وأعظم إن شاء الله نعم انطلاق من واقعنا السوري قبل أن نخطم حلقتنا اليوم لو تعطينا رسالة نوجهها إلى مستمعين ومشاهدين الرسالة التي نقولها هي من وحي سنن الإله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما قلنا هناك سنن ثابتة وهذه السنن تلك الأيام نداولها بين الناس فإذن من سنة الله سبحانه وتعالى إذا مر على الإنسان ظلم لا بد أن ينتهي هذا الظلم ولا بد أن يزول وأن المظالم هي تنبيه للناس هذه المظالم سبب الظلم إذا عرفناه سنة الله سبحانه وتعالى الظلم وقع بسبب في تقصير في عدم اجتماع في عدم وحدة هذه أسباب موجودة لا يزول هذا الظلم إلا بزوال هذه الأسباب فلذلك عندما نقول الرسالة الآن يا إخوتي الظلم وقع ولكن كيف يزول الظلم إذا لم تأتلف القلوب إذا لم تتوحد الكلمة إذا لم تكن هناك كلمة واحدة وقوة واحدة إذا لم يكن هناك إعداد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى فسنة الله سبحانه وتعالى أنه أخر ذلك ليظهر الإعداد بشكله الحقيقي من أجل أن نجتمع من أجل أن نتوحد أن تكون هناك كلمة فتجد عند ذلك تتم سنة الله سبحانه وتعالى أنه ينصر المؤمنين وأنه يهلك الظالمين وأن هذا التأخير تم لحكمة ستظهر لنا جميعا إن شاء الله فنسأل الله سبحانه وتعالى نصرا عاجلا رأينا هذه المظالم أن نرى نهاية الظلم من خلال توحيد الكلمة وتوحيد القلوب إن شاء الله إن شاء الله وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا نشكركم شكرا جزيلا شكرا لكم والأستاذ المشاهدين نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة